عندي سابتاو اكس دوت اوف تي زائد اكس دوت او اكس دوت اوف تي ساوي سي يو اوف تي فاحنا اخذ هلا لا بلاس ترانسفورم زال جهتين شو بصير عنا؟ سابتاو اكس اوف اس هلا هون بنتبه على شغلة الانيشال كونتشن اكس اوف زرو مش زرو ايش لازم يصير عندي؟ فظلت هك وهذه أصبحت، وهيا لور كيسل انها سابتا. لا تانع انكون من الموقع ان синد بين 0 وتساوي هاي كيش بتصير عندي هاي 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 صاح عندي هذا الجزء حلا نبسط نطلع بسير عندي tau S خلينا نطلع حاله X of S минus tau X of 0 زائد X of S بتساوي C على S بعدين عندي هاي اذا تقلع حاله X of S برا ايش بتقلع عندي جوه تاو of S plus 1 بتساوي C على S plus tau X of 0 تصبوط وبعدين صارت عندي الان X of S بتساوي C في واحد على S بتاو S plus 1 زائد X of 0 X of 0 في tau على tau S plus 1 شو المعادلة هاي اللي فيها جزيان في جزء واضح انه transfer function مش هاي هاي او يعني لما بدي اقارش هلا هون انا لو احملت initial condition شو بصير عندي بصير عندي transfer function ما بين input مصبوط لكن هون عندي هادا ال response سببه ايش initial condition اذا هادا سببه input function وهذا سببه initial condition مصبوط اللو بدان تطلع هون مصبوط في اشي بلط فبيصير عندي الان بناخد inverse plus transform هلا هاي مفروض تعطيني C او هاي خليني نعملها partial fraction expansion زي عملنا لهاي partial fraction expansion شو مفروض تعطيني 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 واحد على S ناقص واحد على Tau S plus one في Tau وزن مصبوط زائد X of zero Tau على Tau S plus one مصبوط هيك partial fraction expansion لو رديت جمعت هدول شو بعطوني تعطيني S مصبوط مش هيك مصبوط ترجع مش هيك ترجع نفس هاي نتأكد منها على هاي شو بتعطيني 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 plus one على هاي بتعطيني S minus S ترجع مصبوط هاي عبارة عن partial fraction expansion لها فهايلي الساحة X هلا X بتساوي ايش بتساوي 1 minus e to the minus T على Tau هاي فعليا كانها موضوبة في U of T زائد X of e to the minus T على T طلع هاي معادلة شو بتقول X of T رح تتغير time zero رح يطخن عندي هذا الترم هذا الترم بزيد مع الزمن ولا بنزل مع الزمن واحد minus e to the minus T على Tau طيب e to the minus T على Tau ايش بيصير فيها مع الوقت تنزل بتروح ل zero مش هيك بعد فترة اذا واحد ما ينزلوا ليش رح يروح لواحد يعني شو ال final value هون رح اوصل له C طيب هذا الترم ايش بيصير فيه مع الزمن بختفي فهذا بعد فترة طويلة رح يختفي وهذا بعد فترة طويلة رح يوصل له C و C هي الـ value الجديد اللي انا بحاول اوصل له والتغير بينهم رح يكون على شكل ايوتا فبصير عندي هذا التغير التغير رح يصير عندي من هون فحبته من X و بصيره رح اروح ل X new و X new اللي هي بتساوي C اللي هي الكمية هاي اللي موجودة هون هاي رح توصف لي بالزبط كيف التغير رح يصير من الـ value الاول للـ value التاني الـ time constant ايش هو رو Vmaan رو V Hin 가는 V V V V Vou V KELOGB و W KELOGB KELOGB O KELOGB jeIn ايش رح يصير بالـ second رح تطلع فوق والكيلو جرام رح يشطق مع الكيلو جرام ايش رح اصير عندي دايماً تاو لازم يكون عفكرة تاو بتمثل الزمن اللي بدي اياه حتى اغير محتوى المحلول حتى اغير التنك تعباية التنك واللي هي بتوصف لي الترانزينت رسبونس طبعا السيستم كيف رح يتغير من قيمة لقيمة من هون وسيه بتمثل للفال الجديد اللي رح اوصله.